مع إطلالة كل سنة جديدة يتحضر مجلس نواب الشعب للملمة أوراقه ومناقشة مشاريع القوانين سواء جديدة أو العالقة منذ سنوات على غرار القانون 52 متعلق بالمخدرات ونتعطل بسبب الخلاف على فترة العقوبة ونوعيتها وخاصة مدى تأثيرها على الشباب ونلقى وزيدة مشروع القانون الانتخابي والانتخابات البلدية اللي ما زالت عالقة وملامحها ضبابية كان مش منعدمة في الوقت الحاضر هذا ومجلس نواب الشعب مطالب بالنظر في مشروع قانون إرساء العدالة الانتقالية من غير ما ننسى الاتفاقيات الخاصة بالقروض الأجنابية أما فيما يتعلق بالملافات المطروحة على الليجان فنلقى منها مشروع قانون حول النقل الجوي إضافة إلى حالة الطوارئ وخاصة المبادرة التشريعية التي تتعلق بسن قانون لدعم فرص التشغيل وهي بعض المشاريع التي المجلس مطالب في النظر فيها في أقرب الآجال